اه اموال الوقف الحقيقة اموال الوقف اللي هي اه برلمان السيسي بتاعنا بدل ما يناقش الغاز واللي بيحصل بيناقش ازاي ينهب اموال الوقف يا من وقفت دمي عليه دي قصيدة نزار قباني اسمعي لا تدخلي غنتها الاستاذة فايزة احمد ولحنها الاستاذ محمد سلطان ويا واحدة من روائع نزار قباني فها بتقوله في النص كده يا من وقفت دمي عليه الوقف اللي هو ناس بتوع مطيبين اوقفوا حاجات لله لخدمة يتامى مشروعات خيرية وسبوها كده مع الريع بتاعها يعني مش اموال الناس ولا اموال الدولة بالمناسبة والدولة في القصة دي هي نظر الوقف عليها انه هتديره بس يعني واحد وقف سبعين فدان وانا قلت مبارح ان فاطمة هانم اسماعيل اوقفت ستمائة فدان لجامعة القاهرة من اخصب واجود الزراعة الريع بتاعهم يتباع والمكسب يروح لجامعة القاهرة للصرف على المعامل وحاجات دي ده اسمه الوقف فالدولة ملاحش علاقة بيه واحد غني وما عندوش ورسة او عندو وقرر انه يوقف مثلا ريع مصنع ريع ارض ريع عمارة ليه لله للصرف على الملاجئ على الحاجات دي الدولة قصتها انها تبقى ناظر وقف هنا بقى الدولة في عادة السيسي تحويت لدولة حرامية بتسرق الوقف ده النواب يناقش استغلال اموال الوقف اهو وعشان ايه بقى عشان اموال بس تواصل لجنة الشيو الدينية بمالس شواب منقشة مشروع تعديل قانون الوقاية الوقاف المقدم من كذا بالشاركة لجنة الزراعة والريع والاسكان والريع المحلية وقالد بثور عسام العبد الحرامي رئيس اللجنة في تصريحات ان معظم اللجان يشاركون في عادة سيغة القانون يهدف الى ايه بقى للحفاظ على ممتلكات الهية غير مستغلة صلاة النبي دون الاضرار بمصلحة الواقفين طيب هموا الواقفين ما لهمش مصلحة على فكرة دي ناس لله دفع لله يعني المهم يعني القصة دي جديدة القصة دي كانت سبب في انه مختار جمعة يظل وزير اوقاف لان دي مغارة علي بابا اموال الوقفة في مصر الوقفة الاسلامي مغارة علي بابا اللي فيها بقى دهب ويقوت ومرجان بس اموال الوقفة تبقي على وزير الاوقاف المصري العربي الجديد ده حقيقي صدق اللي بيقوله ده بات في حكم المؤكد ده الكلام ده كان يوم اثنين ديسمبر يعني من حوالي عشرين يوم العربي الجديد توقعت اهي ان استمرار وزير الاوقاف محمد مختار جمعة في منصبه وعدم طرح اسمه ضمن قناة التعديلات اه مش عارف ايه اه وقضي طال عشر حقيقة الوزرية وحسب مصادر برلمانية فان كلمة السر في الابقاء على علي جمعة على الرغم من كونه الوزير الوحيد الذي يحظر بمنصبه من سنة 13 يعود الى اشرافه على اعداد تشريعين مكملين لقانون تنظيم هيئة الاوقاف بغرض تعظيم الاستفادة من اصول اموال واقف للحد من عجز الموازنة للدولة وتمويل المشاريع القومية لسيما العصام الادرية وقالت المصادر العرب الجديد ان جمعة مدعوم بشكل شخص من السيسي الذي يرجع انه نجح في ابعاد المتعاطفين مع جماعة الاخوان من الخطابة بعد فصل واستبعاد الاف الائمة في جميع المحافظات على مدار السنوات الاخيرة اذا جمعة استطاع انه هو يتبرع بقى موال واقف للسيسي حرامي بيدي الحرامي يعني انا بعدت سؤال للشخعة للشخعة صمت الليمة عن طريق الزمه لهنا وما بيوصلوش الامانة شفت فيديو الواحد بيسرق محل خمور فسألت الزميلة انه ده حلال الله حرام فيديو واحد الشرطة مصوراه هو بيسرق ويسكي وجنه وحاجات كده وروم ونبيت وطالع بقى بالله طالع بقى وانت قلبك بقى الشرطة تقبض عليه انا مش قصة الشرطة انا قصة السؤال هل ده حلال ولا حرام والله العظيم زميلة موصلوه للشيخ عصام قال الشيخ عصام رد مردش بيبقى موصلوش للشيخ عصام السؤال بقى اموال الوقف دي لما ينهب على الحرامي حرام ولا حلال اه ده سؤال سهل المهم اعتراض دينية الاوقاف والافتاق على السمار اموال وقاف ده كان بتاريخ كام وسمى عسكر قاعدة هو وسمى قصدي اسمه ايه العبد الحرامي شوف ثلاث حرامية قاعدين يا ربي جدل بدينات الاوقاف حاول الاوقاف في الحجز الاداري السدادة اموال وقف ده في سنة كام تسعتاشر واحدة واحدة كده الاول بدأوا بانه ايه اللجنة الدينية قالت ايه بوسها جماعة يبدو انه حرام فاعترضوا اللجنة الدينية والاوقاف والافتاق يبدو انه برضو يعني المسألة اصلك حساسة في ابريل طلع مفتي الجمهورية حلل كل حاجة وهو دوره كده الراجل مفتي الجمهورية في ابريل 2018 يجوز استثمار اموال وقف في المشروعات الكبرى كان فيه نقطة زمان بيقولها لنا الجماعة الادام يعني كان بيقول واحدة رحت للشيخ او واحد رحت للشيخ قال له يا مولانا لقد تبول الكلب على الجدار فماذا افعل قال له هده وابنيه سبع مرات قال له انا معيش فلوس قال له هده يا كلب هده وابنيه سبع مرات يا مولانا انا معيش فلوس اجيب بنا وابنيه قال له هده وابنيه دفق هتا بقى راك انك الجدار ده بينه وبينك قال له خلاص قليلا من الماء يطهره والله هي نقطة طلعت النقطة حقيقة ام طلع بتاع الاوقاف قال لك والله هي جوز استثمار الاوقاف هب رحوا عاملين ايه ضم الاوقاف في 2014 ضم الاوقاف للمستاري الصندوق السيادي لإدارة أملاك الدول ايوة كده بقى ايوة كده وقال ان لدى الهيئة ربعمية وعشرين الف فدان بالاضافة اي نحو مئة وعشرين الف فدان في توشكة وخمسين الف فدان مؤجرة من هيئة الاقواف سينتهي عقد ايجارها قريبا ونسعى لإعادة استغلالها شوف واوضح ان الهيئة لا تدير سوى خمسة بما يبلغ اجمالي ما تديره حوالي تسعة مليار جنيه هاه دفئتون 14 ده تسعة مليار جنيه دلوقتي يعني يساو مثلا ايه حاجة بتاعة تلاتين مليار جنيه دلوقتي الاسعار دلوقتي فأول سيسي عايزة تلاتين مليار دي عايزة ربعمية وعشرين الف فدان دول عايزة الـ 120 الف فدان بتعوتهشك عايزة الـ 50 الف فدان زراعة دول بحري بحري وريب الرحة بالراحة حرامي حرامي المهم في نوفمبر طلعت الأواف قالت إيه لن نبيع الأراضي للصندوق السيادي بعد خمس سنين ردوا قالوا لن نبيع نموت نموت وتحية الوقف لكن سنترحها زي المجتمعات الأمرانية المبنى ده يا جماعة في بيب اللوق هو حاجة جمدة جدا المهم نافى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تدولته مواقع وسائل التواصل وذكر أن هيئة الأوقاف تعمل على تعظيم أصولها بطرح بعض الأراضي ده يا عمي ده أحلى أمارات موجودة في وسط البلد أمارات شركة تامي أمارات وقف والله الأمارة اللي فيها بفرن الجهات في الدقي دي هتلاقي عليها هيئة الأوقاف المصرية ودائما يعملوا عليها إعلانات هيئة الأوقاف وزير الأوقاف ده وزير الأوقاف ده مختار جمعة ده كان فريدي الديب المحامي لفت النظر إليه فريدي الديب يتهم وزير الأوقاف بالتورد في قضايا رشوة وفي الشروق وفي الشروق وعلى عينك يا تاجر واللي ما يتفرج يتبيع ليه بقى ماله يا معلم ماله قال لك يبقى أكد فريدي الديب ده الكلام ده سنة 18 2018 محامي الرئيس الأسبق حسن مبارك أن صلاح حلال أن وزير الزراعة الأسبق المحكوم عليه في القضايا المعروف في إعلامي برشد وزبط الزراعة أدلى بمعلومات ضد وزير الرئيس السابق والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الحالي وأوضح الديب خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج على مسئوليتي بتاع الجيرز أحمد موسى أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف متهم بالفساد مشيه أنه تم استدعائه لأخذ أقواله في قضايا ترشد وزرزرعة وثبت عليه أقواله في التحيات ده في الشروق بتاريخ 17 يناير والحمد لله فريدي الديب حين يرزق والحمد لله الخبر موجود إنما يجدد له حرامي ها متهم بتقادي رشوة ها وثبت في التحيات زي ما قال فريدي الديب ويجدد له عادي جدا جدا